طبعاً قبل ما أبدأ عن المضمون اللي إحنا هنتكلم فيه حليك بعدين هتقول لنا عن السعرات الحرارية وإيه علاقتها بالسمنة زي أحسابها وزي أبقى أنا كإنسانة بسيطة في البيت أفهم راسي من رجلية بس مش عايزة أكتر من كده خليني الأول قبل ما نجواب على حياتك في هذا السؤال خليني أبتدي مع حضرتك الحوار اللي حصل بيني وبينك بعد الحلقة المرة اللي فاتت أتفضل وأنا على المستقبل شخصي ممسوط من حضرتك ويمكن دي أنا عايز حاجة أقولها للسادة المشاهدين تفضل حليك درست التغزية العلاجية ودي حاجة أنا على المستقبل شخصي بسيطني جداً على فكرة التغزية العلاجية والثقافة الغذائية لازم كل واحد يبقى عنده هذه الثقافة وخاصة ست البيت على فكرة المطبخ هو أهم حاجة موجودة في البيت كله على فكرة أنا دايماً بقول المطبخ ده بشابه بالكمبيوتر رابش إن رابش قوي هتدخل معلومات صح هيديك نتائج صح مضبوطة صحيح حضريك أنا في المطبخ حليك هتدي للناس وجبات صح هتأخذ منهم جسم سليم وصحيح هتديهم وجبات خاطئة هناخد منهم جسم ضعيف صحيح عشان كده لما عند حضرتك ثقافة غزائية ودرس التغزية العلاجية فعشان كده حريك عظيمة الله يشكر مش عارف أقول لك يا والله كلام كتير علي لا على فكرة أنا بقول حقيقة ولا يد اجتهاد وفعلا كل واحد على حسن حيك لما قلتني المعلومة أن المعلومة سبتت عندي خدتها وحليتها ربنا يخليك يا دكتور ربنا يخليك مصير حق وعلى فكرة ده من ضمن الأهداف برض نتعلم طبعا منكم يا دكتور وغاية وأساس زي حضرتك اللي علمونا وده يعني لي الشرف حيك حتى لو بتعملي أي وصفة أو أي أكلة حيك بتعمليها بدراسة عارفة تحط إيه وما تحطوش إيه وإيه حيك قلت الشوكولاتة الدارك شفت حريك دي كلها ثقافة جزائية أنا تجيه للتجزيل على جاية أشكرك دكتور رسي نرجع تاني بقى للصعرات الحرارية خلي بالك أي أكل بنكله بيمد الجسم بصعرات حرارية صحيح أي أكل أو شربة معظم ما يزيلوا صعرات حرارية تمام صعرات الحرارية دي في معادلة بسيطة عشان أعرف أنا إيه احتاجاتي من الصعرات الحرارية على مدار اليوم عشان أحافظ على وزني لو أنا وزني عجبني لو وزني دخين أو عندي سمنة هتتعامل معها إزاي ولو أبعاني من النحاف هتتعامل معها إزاي معادلة في معادلات كتير ولكن أبسطهم إن أنا الوزني بتاعي ولو تفتكر إحنا قلنا ثقافة الوزن ثقافة الميزان مزبوط تمام الوزني بتاعي اللي أنا بقيسه في وقت سابت بلبس سابت في مكان سابت في الشقة عندي بضربه في أربعة وعشرين في الرقم التالي ده بقى بيتوقف على المادة النشاط بتاعي لو أنا بمارس رياضة يبقى بضربه في واحد وخمسة من عشرة لو أنا الرياضة بتاعتي أو بمارس نشاط معتدل بحكم شغلي يعني مدارس أو أخذ ريك شغالة في المادة يبقى في واحد واربعة من عشرة لو أنا لو أمارس أي نشاط خالص وقاعد في البيت بجيب وزني بضربه في أربعة وعشرين وواحد وراتة من عشرة بيطلع لي الرقم الرقم ده هو السعرات الحرارية اللي أنا محتاجة في اليوم طبعا إحنا بنتكلم على السمنا يبقى المفروض اللي يحصل المفروض السعرات الحرارية اللي دخلالي تبقى أقل من السعرات الحرارية اللي خارجة صح كده؟ صح عشان أقدر أطلع بالمخزون اللي عندي الله ينور على حضرتك تمام؟ يبقى ساعتها طب السعرات الحرارية دي عشان نقللها بأعمل إيه؟ أنا أدامي حاجة من اتنين يا إلي السعرات الحرارية اللي دخلها؟ أيوه إحنا النهاردة هنتكلم في حلقتنا إزاي هقال للسعرات الحرارية اللي دخلها كويس جدا تمام كده؟ تمام علشان أنا عايز إيه؟ عايز أخس كويس تمام؟ يبقى كده إحنا عرفنا عن إيه؟ وعلى فكرة السعرات الحرارية يعني إيه؟ السعرات الحرارية هي اللي بتمد الجسم بالطاقة مصبوط علشان يقوم بالوظائف الحيوية الدخلية بتاعته والوظائف الخارجية تمام وانت النهاردة حريك لو ما عندكش طاقة مش تعرف تمارس أي نشاط خالص صح ولا تجري ولا تطلع سلم ولا تروح شغلك ولا أي حاج خالص صح ولو ما عندكش طاقة برضو هتلاقي نفسك عندك خمول إن العضاء الدخلية بتاعتك مش قادرة تتوم بالنشاط بتاعته بالوظائف بتاعته مصبوط دي أهمية السعرات الحرارية احنا ربطنا النهاردة بالسمنا أنا كل اللي بعمله إن أنا عايز أعمل حاجتين للسعرات الحرارية دخلها دي رقم واحد رقم اتنين إن أنا إزاي أزود النشاط بتاعي فأحرأ أكتر أحرأ أكتر فضل يا دكتور طيب تمام فضل احنا النهاردة إذن حضرتك لما أجي أقلل لسعرات الحرارية كان من فترة بنلجأ لبعض العمليات الجراحية إن أنا أعمل تكميل المعدة أو أقلل حجم المعدة ودي كانت عاملات مكلفة وفيها برضو نوع منها الخطورة أنا أحل بقى هذه القصة كلها إن أنا أقلل إيه إن أنا أقلل لك حجم المعدة بتاعتك وبالتالي كمية الأكل اللي أنت بتاخدها أقلت وبالتالي السعرات الحرارية داخلها في جسمك أقلت أقلت مضبوط تمام وبالتالي السعرات الحرارية اللي خارجها من جسمك أكتر أكتر من اللي داخل في جسمك يبقى إلا يحصل هتخص يبقى فيه خص طبعا